الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي خلق كل شيء وهو الذي قدر كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحميده هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقصمي فاقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أدراجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيودين صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا Dear brothers and sisters and beloved children In the fifth year of Ba'tah So five years after the Prophet صلى الله عليه وسلم received the message While in Mecca And near to the end of the month of Jamaadi Al-Akhira and the beginning of the month of Rajab in that year Quraish had increased the torture and the sufferings of the early Muslims And to the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala Who revealed the verse Qul ya عبادي الذين آمدوا اتقوا الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب So رسول الله صلى الله عليه وسلم Give permission to the early Muslims to migrate and to leave Mecca في العام الخامس للبعثة بعد أن جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع تصاعد اتهاب قريش للمسلمين الأوائل وتعديدهم لهم نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين آمدوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة ففهم الصحابة الكرام منها أنهم يمكنهم أن يخرجوا بدينهم وأن يفروا بهذا الدين فأذننهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد قريش فرصترات الله سبحانه وتعالى في المقابل وقالوا في المهاجرين في أبسينيا أن قريش يتعالى في الإسلام so they decided to come back and they came back just after four months to Mecca just when they approached Mecca they realized that it was not true and Quraysh was not in Islam. In fact they were now increasing more and more of the torsure to the Muslimin so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked them to migrate again and this time not to come back until he sends for them to come فأدين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى بلاد الحبشة وبقوا في الحبشة أربعة أشهر حتى شوال من نفس السنة ثم جاءتهم الأخبار بأن قريش قد اعتنقت الإسلام ويهتدت إلى الإسلام ولم يكن هذا صحيحاً ولكنه كان خبراً مغلوطاً لأن الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو صورة النجم ثم مع هيبة الآيات وروعتها وهم أهل اللغة والفصاحة لم يتمالكوا أنفسهم إلا وأن سجدوا في نهاية الصورة فمع هذه السجدة ظن المسلمون أنهم قد اهتدوا وأنهم آمنوا فرجعوا إلى مكة ولكنهم أدركوا الحقيقة هناك فوجدوا العذاب يزيد والتعذيب والتنتيل يزداد فأذنهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية وجعلا على رأسهم سيدنا جعفر بن أبي طال بقوا هذه المرة أربعة عامة إذا كانوا قد بقوا في المرة الأولى أربعة أشهر هذه المرة بقوا أربعة عشر عاما وولد لهم أولاد هناك ولم يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام السابع بعد الهجرة عندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر حتى أنه كان يقول لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بعودة جعفر وهو كان قائد المؤمنين المهاجرين في الحبشر فمن أول الدروس التي نتعلمها من الهجرة one of the first lessons that we learn from the immigration to Abyssinia is the migration act itself that it is okay to migrate and to leave the place where you are being tortured where you are being persecuted and where you cannot practice your religion to another safer place where you can practice your religion and this place does not have to be from the land of Islam Abyssinia at that time was not the land of Islam but it was a safer place and the Prophet صلى الله عليه وسلم knew about its ruler that he was a just ruler فالدرس الأول هو أن الهجرة أمر مشروع بل إن الله سبحانه وتعالى قد يوبخ في القرآن الكريم من لم يسعى إلى الهجرة لأن في سورة النساء يقول الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مصطبعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فمشروعية الهجرة ولا يجب أن تكون الهجرة إلى دار المسلمين فقط ولكن إذا كان المكان به أمان على الدين وعلى النفس فيمكن الهجرة أوليه وهذا ما حدث مع الحبشة فلم تكن من أرض المسلمين ولكن كان بها ملك عادل لا يضمم عنده أحد The second thing we learn from the hijra to Abyssinia is working in the common grounds for the human good So although النجاشي the king of Abyssinia at that time was not a Muslim but he had the basics of human rights and the basics of human dignity So when Quraysh sent after the early Muslims a delegation consisted of Sayyidina Amr ibn al-As when he was a mushrik at that time and another person his name was Abdullah ibn Rabi'ah they sent them in order to convince al-Najashi of Abyssinia to return these Muslims back to Quraysh So what did Amr say to al-Najashi? He said that these guys were fled from us and they did not enter into your religion they did not enter into Christianity and at the same time they also just left our religion so give them us back so that we can deal with them at Mecca The Muslims at this first thought what should we say so they decided that they have one representative one person only one voice only to talk for them and this was Sayyid Najafir ibn al-Abi Qalib and he spoke to the Najashi and he spoke to the common god he said that we were ignorant people we were worshipping idols we were bad to each other we were cutting our kinship but then Allah sent a messenger who taught us to be pious and to worship Allah alone and to keep all the good deeds so when al-Najashi heard this he thought that these are people who are making dignity for the human so they deserve to be protected the second one was the work of the the working of the people the working of the public the working of the public the public the people after the Muslims he said that to keep the peace of the Prophet and he said that to the people they didn't take them because they believed them and we knew them فلما أرسل النجاش ليستمع إليهم وجد المسلمين أنهم لابد أن يكون لهم صوت واحد يمثلهم ويتحدث بإثنهم وكان هو سيدنا جافر بن أبي طالب خاطب عندئذ الثوابت العامة الإنسانية العامة فقال كنا قوم جهالة نعبد الأصنام ونقطع الأرحام فأرسل الله إلينا رسولا نعرفه ونعرف شرفه فأمرنا بعبادة الله الواحد وبالطهارة وبالزكاة وبالصيام لما سمع هذا النجاشي وجد أنهم يقومون هذه القيم العادلة للبشر آواهم وقال أنتم سيوم في أرضي لا يخيفكم أحد آواهم وقال أنهم وقالوا افعادة الله إذا مهمت بأمرنا في نفسنا مجرد من الميغرات لذلكم المؤشرين في هذا المكترات من تحديد أن يكون هناك محاول لذلكم وقالوا يتبعون لذلكم إليهم لذلكم إليهم لذلكم إليهم وقالوا من المجرد لذلكم المسلمين في هذا الموجود ثم نقوم بذلكم إليهم الضالي لذلكم نرمات مجتمعين ومجتمعين لحظة الناس عندما يتحدث عن الأساس والسلام الآن هناك لا تتحدث عن الناس لن تكون مقاومة بالنسبة لنفسه ونحن نتحدث عن ما نعتقد في الثاني عمر بن العظيم يجب أن يفعل أخرى وقاله إلى نجاشي وقال إنه يسألون ما يقولون عن الله لهم يقولون ما يعتقدون بالله إِسَسْكْرِيسَ كَيْدَهُ مُحْمًا السلسلين قال لقد قلتناه هذا يجب أن يقول هل يقوله تقلت أنه يقوله ما فعله الله سبحانه وتعالى فلن نقوله ونقوله ما فعله الله سبحانه وتعالى فلن نقوله وكانوا تقوله أنه يقوله إِسَسْكْرِيسَ هو ليس فقط فلن يقوله and he was just the servant of Allah, the wanted of Allah that was sent to Mary. And that he's just a human being When they said this Najashi said What you described as Jesus is in accordance with what I believe and it has not made any difference what you said and what I believe even by the size of this stick He had a stick in His hand فالدرس الثالث الذي نتعلمه هو أنه لا تفاوض على الثوابت إذا جاء الأمر للثوابت لا بد أن نكون واضحين في أمور العقيدة فلا نختلف فيها فقد أكاد لهم عمر بن العاص وسأل النجاشي أن يسألهم عن قولهم في عيسى بن مريم فأجمعوا أمرهم أن لا يقولوا إلا الحق وإلا الصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو كلمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم العظراء وليس ابنا لله وليس ربا The next lesson was very important which is the importance of keeping the community Although they stayed for 14 years in Abyssinia When they came back to the Prophet صلى الله عليه وسلم in Medina The books of history or sirat do not tell us about any single Abyssinian person Who converted to Islam and came back with them They only were the group or the community of the Muslim that were in Abyssinia They came to Medina so what have they been doing for 14 days for 14 years They could have like spread Islam in the whole of Africa so why didn't they do this Because there was one important thing more important which is to keep the core To keep their own children to keep their own faith to keep their own religion and to grow it in their own children Because I mean it's very good and it is very like we are very happy when we hear that people embrace Islam And like they come back to Islam, revert to Islam every day But we have also to be curious about those who leave Islam They can leave Islam by turning into atheism or just by becoming non-committed Muslims We have to care very much about these people فكانت درس الثالي أو التالي بعد ذلك فهو ضرورة حفظ الدين خاصة للأبناء فقد بقوا 14 عاما ولكن لم يهتموا بنشر الدعوة في الحبشة ولكن يهتموا أكثر بتنشئة الأبناء وتقوية الجبهة الداخلية لهم حتى لا يبتدوا إسلامهم خاصة تحت ضغط الثقافة الغالبة فإن ابن خلدوني يقول أن المغلوب دائما مولع باكتباع الثقافة الغالب And this is the next lesson Sometimes because of the culture The dominant culture People will be fascinated with the culture And so they will just go with the common stream In the land where the common culture is And this happened in fact with عباد الله بن جحش عباد الله بن جحش Who was the brother of عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش He was one of the murderers of غزوة أحد But عباد الله بن جحش Married أم حبيبة رملا بنت أبي سفيان And when he went to Abyssinia He stayed with the people there And he listened to them And finally he decided to convert to Christianity And leave Islam So at that night سيدة أم حبيبة Saw a dream where the face of her father Her husband turned to black And in the morning he told her That he decided to turn to Christianity من تحت ضغط الثقافة الغالبة عندنا مثال عباد الله بن جحش الذي رأى أن يتنصر في الحبشة وكان يقول أبصرنا وصأصأتم يعني رأينا الحق وأنتم ما ذلتم تتخبطون فيه تحت ضغط الثقافة الغالبة التي هو موجود في رغم أن أخاه عبد الله بن جحش من الشهداء الكرام في غزوة أحد وهذا يقودنا للدرس التالي وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا لنا So this wife This poor wife Was in a very Like critical situation Now she is A foreign person In a foreign country In a foreign culture With a foreign language And in Mecca One of the heads of the مشركين Is her own father So if she goes back to Mecca She will be Like tested To come back to Shirk والعياذ بالله And if she followed her husband She would convert to Christianity And leave Islam So this was so critical for her So what did she do She just prayed to Allah To give her a way out And in her dream The second time She heard someone calling her The mother of the faithful And she said I am one of the believers But I don't know how I can come To be the mother of the believers And this happened The next year When the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Sent a messenger To النجاشي And he asked him To be his representative To get نجاشي To be his representative To marry أم حبيبة And become one Of the mothers Of the believers هذا الدرس التالي أن من فرك شيئا لله وضه الله خيرا منه فإن أم حبيبة عندما تنصر زوجها وكان أبوها أبو سفيان هو رأس الشرك في مكة كانت إذا رجعت في خطر العودة للشرك وإذا بقيت مع زوجها في خطر التنصر وهي ضعيفة ولا أحد يعينها لذلك سلمت أمرها لله ودعت الله أن يجعل لها مخرجا فكان أن رأى في منامها من يناديها بأم المؤمنين فكانت تقول أنا من المؤمنين ولكن لا أدري كيف أكون أما للمؤمنين فكان العام التالي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للنجاش أن يكون النجاش وكيلا النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجها إياه فكانت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان ثالث next we have a very important thing which is to take care of the important events in the new community we are part of this community and we have to be integrated into the community but not dissolved but not assimilated in the community to be a very important part of the tapestry that makes this community but at the same time to be distinct as like a block of muslimin in the community and this happened in Abyssinia when there was a rage from the kings around Abyssinia against Abyssinia the muslimin went to Anajashi and said what can we do for you he said just keep like safe here and if you see that we are defeated you take your ships and leave but they didn't do this only they sent Sayyidina Zubair ibn al-Awwam swimming on the river Nile to just keep an observation on what is happening in the battles and then to let them know so that they can decide what they can do so they were not just absent-minded they were not ignoring what's happening they were taking participation in what is happening in the new community and see it is a main class for about 8 years and this kind of situation was no final of the international team because there are a different school in the future so there are a few people on my island یعني سبح نهر النيل حتى استطاع ان يصل الى موقع المعارك التي شنتها الممالك التي تحيط بالحبشة على النجاشي وتابع الأخبار حتى يستطيعوا ان يزودوا جيش النجاشي بالقوة التي يحتاجها وكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل الحبشة عندما عادوا أنتم أهل الهجرتين أنتم أولى الناس به وفي حديث مرسل عن الحسن البصري أن من ترك أرضا وفر بدينه فإنه في كفالة أبيه إبراهيم ونبيه النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم وصلوا على رسولكم الحمد لله رب العالمين Two final important lessons from the Hijrah to Apicinia were taking care of the newcomers and taking care of the new immigrants When Sayyidina Jafr ibn Abi Talib was in Apicinia and after Ghzwat Badr in the second year of Hijrah Abu Musa al-Ash'ari was in Yemen and had like 50 other Muslimin and they decided to migrate to the Prophet in Medina but if they followed the land road they would be blocked by the Meccans in the way so they decided to take the sea and they got into a ship but rather than going near to the Arabian coast of the sea the wind got them into the African coast and so they found themselves near to Apicinia and their ships were so much wrecked so they had to stay with Sayyidina Jafr ibn Abi Talib and so Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari said we stayed with him till he got back to the Prophet at the seventh year of Hijrah كان الأمر الثاني وهو الاهتمام بالمهاجرين الجدد والتكافل معهم والتضامن معهم والبحث عما يعيلهم وعما يسترهم فقد كان أبو موسى الأشعري ومعه 50 من أهل اليمن في هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا البحر ولكن الريح ألقت البحر على الشاطئ الإفريقي فوصلوا عند الحبشة وقد تضررت سفنهم فبقوا عند سيدنا جعفر ibn Abi Talib لم يقولوا بقينا عند النجاش ولكن يقولوا بقينا بخير مقام عند جعفر فكان المسلمون الأوائل هناك هم الذين آووهم وهم الذين احتضنوهم في هذه البلاد الغريبة الدرس الأخير من error دور Überسلم عبر أُبلغما عند �ары و Piما كان لها أصبحت Labor وهو أو أسانيا وو كالب salads بعض المميزلات أن بعض المغ referred плох والكتابعة وهو صلى الله عليه وسلم في هذه البحر لكن هذه funktion after the muslimin came to medina from a bassinia one day he received some gifts and he found in the gifts a very small dress that is fit for just a small girl the age of five or four so he said whom should we give this to the sahaba out of respect just kept silent then he said call for me umma khalid and umma khalid is the name of amma bint khalid ibn sa'id ibn al-As she was born in مجرد طفولة لعب larم صبر و لكن علمت الشرطة بمجرد طفولة صلی اللہ علیée وقالت أعبث في وجه النبي حتى أعبثت بالخاتم فكانت أم خالد ممن ولد في الحبشة وتعلمت الحبشية كلغة أولى فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الهدايا وجد فيها هذا الخميصة الملونة فقال لمن نلبسها توني بأم خالد فجاءت هذه الفتاة الصغيرة البنت الصغيرة ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول لها سنة أم خالد يعني هل هذا جميل هل هذا حسن فكانت تعجب به ولكن جمال ووضاءة الوجه النبوي جذبها أكثر فقالت في الحديث الذي يرويه البخاري أنها عبثت بالوجه النبوي الشريف حتى بخاتم النبوة وكان أبوها ينهاها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركها ألبسي وأخلقي ألبسي وأخلقي ألبسي وأخلقي فعاشت حتى بلغت تسعة وتسعين سنة وكانت تحدث بهذا الحديث وتظهر الخميصة لمن سألها من الصحابة والتابعين اللهم لو لا أنت مهتدين ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبث الأقدام إن لاقينا اللهم إن أشرار القوم قد بغوا علينا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم عوضهم خير يا رب العالمين عما أقد منهم اللهم عوضهم خير يا رب العالمين عن أبنائهم وأموالهم اللهم إن أخوة لنا في السودان لا يقدلون بلاء عن أهل غزة فاللهم كن لهم ناصرا ومعينا اللهم اجعل فرجا ومخرجا لهذه الأمة صلت الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم وأقلنا الصلاة